كابتن حسام زي ما انتقدناه وزي ما اشدنا بيه في نقطة برضو عايز اتكلم فيها تصريحاته بصراحة عليها نقاط يعني انا شايف ان الكابتن حسام محتاج يعين متحدث رسمي المنتخب مصر كابتن ابراهيم لا يعني كابتن ابراهيم خليك شفت كانوا جايبين فيديو ان هم الاتنين بيعملوا كده البصر بصراحة هم يعني هم انا هم مش بيتقبلوا النقض اوي هم عايزين انا مش مستطبيع في الاخر هم حبايب يعني هو طبيع ان انت طبيع ان انت حتنضي احنا بنتكلم فاني وبتتكلم مثلا انت الشرط الاول روحت محاولة الشرط التاني روحت سبع محاولات فانا بشوف ان بعض احيانا بيبقى في بعض الكلام بيطلع ما بيبقاش موفق اوي زي برضو كان قبل المعسكر ده كان مثلا ان مفيش لعيبة في الدور المصر انا اخدها فيه تصرحات ما ينفعش تتقال طب هو نجح كابتل حسان في هذه المرحلة لغاية التوقف 11 سبتمبر هو لغاية دلوقتي على الال 7 ونص او 8 من 10 هو كان ياخد العشرة لو كسب المطشين بس انت لغاية دلوقتي ان انتيجة سعادته ان هو ياخد 7 ونص او 7 بس كاداء نقدر نقف عن ده شوي اه لان خاصة ان انت الفرق اللي معاك مش قوي اوي بمنطقة الصراحة بوركينة مش بنفس قوة بوركينة بتاعت سنتين ثلاثة او بتاعت زمان وغنيا بساو ما فاشغل لعب واحد بلعب في الدولة الفرنسي والبقى كله مش يعني لعيبة مش قوية يعني لعيبة فمحتاج بصراحة يعالج بس النقاط